موسيقى هذا البرنامج برعاية أمجاد القابضة تأسست لتنمو أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من عين على عمان ورحب بكم أنا أحمد الكندي وفي هذا الأسبوع نتابع السلطان هيثم بن طارق يؤكد في خطابه بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكمة تطلع السلطنة إلى أن تكون وجهة استثمارية عالمية وزارة العمل وفرت خلال عام 2021 أكثر من 40 ألف فرصة عمل للمواطنين وفاليو إكسبرت عمان شركة عمانية سعودية جديدة هي الأولى في التقييم العقاري هذه أبرز عنوين حلقة هذا الأسبوع تابعونا بعد قليل قررت اللجنة العليا المعنية بتبعات فيروس كورونا تحويل الدراسة في صفوف الحلقة الأولى في جميع مدارس السلطنة إلى نظام التعليم عن بعد لمدة أربعة أسابيع ابتداء من هذا الأسبوع مع التشديد على ضرورة التزام الجميع بالضوابط الاحترازية أعلن بنك التنمية العمانية عن زيادة موازنته المخصصة لتمويل المشاريع لتصل إلى 86 مليون ريال عماني في عام 2022 بزيادة 10 ملايين عن العام السابق وستخص أغلب القروض لمشاريع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة طرحت شركة اسمنت عمان مناقصة لاستهداث خط رابع لإنتاج الاسمنت بسعة 10 ألاف طن في اليوم وترقية خط الإنتاج الثالث من 4000 طن إلى 5000 طن يوميا في إطار خطتها لتطوير الإنتاج وتعزيز الاكتفاء الذاتي من الاسمنت في ظل استيراد حوالي 50% من حاجة السوق وقعت شركة الصفال الأغذية اتفاقية تعاون مع شركة الخيول المتحدة التجارية لتصدير منتجاتها من الدواج ومشتقاتها إلى السوق السعودية وأتات الاتفاقية بعدما أنجزت الشركة مشروع التوسع الذي سيرفع الطاقة الانتاجية بنسبة 100% بتكلفة 45 مليون ريال عمانية أهلا بكم من جديد أكد سلطان هيثم بن طارق على ضرورة الانتقال بالعمل الحكومي إلى مستويات أفضل وتضمن خطاب الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم إلى تطلع السلطنة إلى أن تكون وجهة استثمارية عالمية داعينا العمانيين للانفتاح على العالم مع التمسك بالمبادئ والتقاليد لقد استبشرنا بما أنجز في ملف التوظيف خلال العام المنصرم بتشغيل أبنائنا رغم صعوبة المرحلة ونتطلع بأمل مقروم بحزن لأن تقوم كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص الذي ينتظر منه أن يؤدي دوره المأمولة في حركة التوظيف باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد والتنمية لتوفير فرص عمل لأبنائنا وبناتنا المؤهلين وتأهيل من يحتاج منهم إلى المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل أما أبناؤنا وبناتنا رواد ورائدات الأعمال الذين يرغبون في تأسيس مشاريعهم الخاصة فإننا عازمون على الأخذ بأيديهم وتشجيع برامج ريادة الأعمال وتقديم الدعم والحوافز اللازمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظرا لدورها المحوري في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل أبناء عمان المخلصين يعتبر الاستثمار المحلي إحدى الركائز المهمة لتنويع مصادر الدخل الوطني فبعد أن أطلقنا العديد من البرامج الوطنية وهيئنا البيئة المساعدة فإننا نحث على استثمار روس الأموال محليا فأمامها فرص استثمار مجزية في جميع المجالات ونتطلع لأن تكون بلادنا وجهة استثمارية رائدة لا سيما في المجالات التي تعزل توجهاتنا الرامية للتوسيع حجم اقتصادنا الوطني وتنويع مصادر الدخل فبلادنا والحمد لله تتمتع بمزايا تنافسية وإمكانيات كبيرة وفرص واعدة ينبغي استغلالها وستسخر الحكومة ومؤسسات الدولة جميعا كافة جهودها وطاقاتها في تعاون وتكامل يضمن توجيه التنمية إلى المحافظات وتعمل على تعزيز جاهزيتها للاستثمار وتنمية دورها المحلي القائم على الميزة النسبية التي تمتاز بها كل محافظة بما يخلق دماذج تنموية محلية وستردف ذلك ثلة من مشاريع استراتيجية تنفذها الحكومة ضمن خططها الخمسية فتتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء وطننا العزيز وسنحرص خلال المرحلة القادمة من عمر نهضتنا المتجددة للانتقال بالأداء الحكومي من مستوى الحلول الإضطرارية إلى مستوى آخر أكثر ديمومة يتم فيه إرساء مجموعة من الحلول الشاملة التي تضع النمو الاقتصادي والاستدامة المالية ورفاهية المجتمع في أول سلمها نجحت وزارة العمل في توفير أربعين ألف فرصة عمل خلال عام 2021 متجاوزة خطتها التي كانت تستهدف توفير خمس وثلاثين ألف فرصة عمل وتواصل الوزارة تقديم برنامج التطوير القيادي وتمكين الإدارات العمانية في القطاع الخاص أربعون ألف مواطن عدد المعينين من الباحثين عن عمل حتى منتصف شهر ديسمبر الماضي هدف نجحت في تحقيقه وزارة العمل العمانية التي كانت تستهدف توظيف خمسة وثلاثين ألف مواطن خلال العام 2021 في القطاعين العام والخاص نجاح برنامج التوظيف تماشى مع برامج التأهيل الإداري ومنها برنامج التطوير القيادي وتمكين الإدارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص اعتماد كما بدأت سلطنة عمان مطلع هذا العام 2022 في تطبيق نظام جديد لقياس كفاءة أداء الموظفين في الجهاز الإداري للدولة كما بدأت سلطنة عمان مطلع هذا العام 2022 في تطبيق نظام جديد لقياس كفاءة أداء الموظفين في الجهاز الإداري للدولة هذه الدفعة تركز على القيادات العليا وبالتالي من ضمن الشروط اللي حبينا هنا تكون موجودة أن هؤلاء المنتسبين يكون عندهم على الأقل خبرة قيادية كقيادة فريق أو قيادة قسم كمعيار كونهم أن هذا البرنامج بيركز على القيادات العليا برنامج واحتماد برنامج جدا مميز لأنه يهدف إلى تمكين الفئة المتوسطة في الإدارة إلى أنها تسعى إلى مناصب أعلى في الإدارة العليا طبعا هذا يدل على شيء يدل على اهتمام بأنه في أي مؤسسة أهم عنصر هو العنصر البشري اعتماد استقبل 255 موظفا من العاملين في القطاع الخاص وهي الدفعة الثانية للإدارات العليا منهم 25 شخصا من رواد الأعمال بنسبة 10% من البرنامج في خطوة متقدمة تهدف لدعم المؤسسات الناشية في السوق العمانية وفي مقدمتها قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مدة هذا البرنامج 11 شهر مقسم على مجموعة من الفعاليات منها التدريب الصفي وغيرها من الفعاليات الأخرى التي تمكن هذه القيادات من فهم الأحداث الجديدة في عالم القيادة وعطاهم كل ما يتمكن من تمكين للعب دور أكبر في شركاتهم ومؤسساتهم تخرج من هذا البرنامج في الدفعة الأولى 500 متدرب بعد إكمال مدة التدريب لتسعة أشهر وقد صمم بطريقة تضمن توفير تجربة تدريبية احترافية للعاملين بالمشاركة مع جامعات دولية مرموقة مثل أم آي تي وكولومبيا واستهدفوا البرنامج الآلاف من الكوادر الوطنية العاملة بالقطاع الخاص فصل قصير ونعود إليكم في عين على عمان لنتابع إقبال كبير على فنادق النزول التراثية في حارة العقر القديمة لولاية نزوة بمحافظة الداخلية هذا البرنامج برعاية أمجاد القابضة تأسست لتنمو بدأت خمس شركات ناشئة العمل على مشاريع في خمس مجالات تقنية ضمن مختبرات شركة عمان تل للمتكار الشركة احتفلت بافتتاح المختبرات رسميا مع تدشين مركز تجربة الجيل الخامس والمتجر الإلكتروني إيدوكان الأول من نوعه على مستوى المنطقة خمس شركات ناشئة هي باكرة المستفيدين من برنامج مسرعات عمان تل للمتكار البرنامج الذي يأتي بالشراكة مع الصندوق العماني للتكنولوجيا وشركاء محليين ودوليين ويهدف لدعم مشاريع ومنتجات في مجال التقنيات الحديثة ابتكارات متنوعة تقدمها الشركات المستفيدة لدخول السوق المحلية والخارجية في قطاعات الصحة والزراعة والاتصالات والدفع الإلكتروني والمتاجر الرقمية والتامين ما رأيناه اليوم جميعا نحن اليوم من أنه في مكان وفي استخدام التقنية في مختلف المقالات الشركات الناشئة والحالية الموجودة وحقيقة يغطي قزء من الفراغ الموجود في السلطنة لمثل هذه المبادرات والشركات ويعطي أيضا حافز ويساعدهم على الوقوف وبناء قدراتهم وأيضا تكون هذه الشركات تتطور وتنمو إن شاء الله بحيث أنها لا تغطي فقط سلطنة عمان ولكنها أيضا تغطي المنطقة ومن ثم إلى العالم بطبيعة الحال هذا جزء من الاقتصاد المعرفة بمعنى أن اليوم المعرفة تحول إلى إمكانيات وقدرات والمعلومات نفسها مكتسفات الشباب لأن كل ما رأيناهم اليوم هم ناس عندهم يعني يمتلكوا المعلومة يمتلكوا المعرفة وكون شركات متكاملة بما إن فيها مختبرات عمان تل للارتكار بشكل خاص تسعى أنها يعني تدعم هذه الشركات ناشئة وأحنا ما في شك نعرف أنه هذا النوع من الاستثمارات يعتبر جزء من الاستثمار الجريء أو ما يعرف بالاستثمار الجريء ولكن في نهاية الأمر نعتقد أنه هذا كله إن شاء الله يرفض الاقتصاد الرقمي بما يتوأم مع روية 2040 الافتتاح الرسمي لبرنامج عمان تل للابتكار جاء متزامنا مع تجشين مركز تجربة الجيل الخامس وأواحة الابتكار والمتجر الإلكتروني إيدوكان الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط والذي يدار آليا بالكامل دون تدخل بشري بالتعاون مع شركة النفط العمانية للتسويق عبر الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء موفرا تجربة تسوق سريعة بعيدا عن طوابير الانتظار أو استخدام العملات النقدية سعيدين بافتتاح مختبرات عمان تل للابتكار التي تعد منصة تعمل على الاحتضان الشركات التقنية الناشئة وتقديم الدعم والتوجيه المطلوب لها لتحقيق أهدافها بما يتماشى مع رؤية 2040 ترتكز هذه المختبرات على تعزيز الابتكار وريادة العمال في التقنيات الجديدة والناشئة عبر خمس مجالات تقنية وهي تقنية تجيل الخامس، انترنت الأشياء، الأمن السيبراني، تجربة المشتركين والبيانات الضخمة هذه خاصة إذا كانت حاضينات من المؤسسة نفسها تساعد على عملية التفاهم أو الوصول إلى مقترح يفيد الشركة يفيد المؤسسة وطبعاً نحن هنا قريبين من العاملين في القطاع نفسه من عدة أقسام مختلفة تهمهم المنتج فالحوار الدائم والحوار المتكامل هذا جداً جداً مهم للشركات وتستهدف مبادرة دعم الابتكار الاستثمار في منظمة متكاملة لتحفيز النمو السريع للشركات التقنية الناشئة في سلطنة عمان وأصمم البرنامج وفقاً لاحتياجات كل شركة ناشئة على حدة بما يضمن لها التسويق والتنمية والتوسع بضمان الجدوى التقنية والجدوى المالية فاليو اكسبرت عمان شركة عمانية سعودية جديدة هي الأولى في التقييم العقاري بسلطنة عمان ستساهم هذه الشركة في تجويد سوق العقار العمانية مستفيدة من خبرة فاليو اكسبرت الطويلة بالمملكة العربية السعودية تعاون عماني سعودي أثمر عن تأسيس فاليو اكسبرت عمان كأول شركة تقييم عقاري في سلطنة عمان هذه الشراكة بين أساور للتطوير العقاري وشركة خبراء القيمة السعودية جاءت بهدف إيجاد ممارسات أكثر مهنية في التقييم العقاري بسلطنة عمان بما يساهم في حيوية سوق العقار وديمومة واستقرار القطاع العقارية من خلال تواجدنا في السوق العماني وطلاعنا على الوضع الحالي احنا ما عندنا شركات متخصصة فعلا في التقييم بمقام معايير دولية لذلك وجدنا أن هذا الجانب يجب أن تغطيته ولأن الشركة لها علاقة بشركاتنا في السعودية طبعا في جانب مختلف قليلا عن التقييم وهو الاستثمار في السعودية لدينا مكتب هناك وبالتالي معرفتنا بشركاتنا خبراء التقييم السعودية وشركة بالي أكسرود سعودية أعطتنا أيضا الحافظ أن نحن نجلب هذه الخبرات إلى عمان بحيث أن نحن نخلق نوع من التنظيم والوعي ونخلق نوع من الوعي كذلك لأهمية استقلالية هذا القطاع ويحتاج سوق العقار العماني إلى تصحيح أسعار الأراضي والوحدات العقارية وهو ما يتيحه التقييم العقاري من إيضاح للقيمة الحقيقية ويساعد على تجنب عمليات الغش والاحتيال وغسل الأموال كما ويساعد على بناء استراتيجيات استثمارية محسوبة المخاطر وخطط التمويل والضمانات التي تحفظ حقوق المؤسسة المالية والمقرضين شركة بيان الاستثمار أسسنا معها شركة في المملكة العربية السعودية متخصصة في الاستثمار فجميع العمانيين اللي يحتاجون أي استشارة فيما يخص الاستشارات في مملكة العربية السعودية سوينا شركة متخصصة اسمها شركة لباب للاستثمار تمتلكها شركة فاليو للتقييم العقاري وتمتلكها شركة بيان للاستثمار في عمان في المقابل أننا سويا شركة ثانية أو أخرى في عمار متخصصة في التقييم العقاري فما سويا الشركتين هذه إلا متأكدين أنه سيكون طلب على الاستثمار سواء من أخواننا العمانيين أو من أخواننا الشعب السعودي في المملكة العربية السعودية هذه الشراكة ستدعم كذلك صناعة مقيمين معتمدين دوليين عبر خدمات تدريبية بالتعاون المشترك مع المدربين السعوديين المعتمدين بالإضافة إلى عملها الأساسي في تقديم خدمات التقييم العقاري ومشاركة التجارب العالمية في تطوير التقييم بين السلطنة والمملكة العربية السعودية مقيم العقاري يحتاج إلى عدة مساعدين في هذا المجال من ضمنهم مدخلين البيانات، مساحين الكميات، قارئين السوق أو مساحين السوق المحلل المالي يحتاج إلى المهندس، يحتاج إلى وظائف كثيرة وبالتالي من خلال تجربتنا في السوق السعودية الاستعانة بمثل هذه الأشخاص في أداء مهمة التقييم مهم جدا حتى أنه يظهر التقرير التقييم بالشكل الصحيح والمعلومات أيضا تعطى بالشكل الصحيح أعتقد نفس الكلام سيكون أيضا في سلطنة عمان الأخوان هنا في السلطنة في توفير العديد من الوظائف المساندة في التقييم العقاري وبالتالي نحن محتاجين المهندس، محتاجين المالي، محتاجين المحاسب محتاجين مدخل البيانات، محتاجين المصمم محتاجين أمور كثيرة تدخل في عملية التقييم ولا يقتصر التقييم العقاري على عمليات التمويل والتأمين ومشاريع الاندماج والتقسيم والتصفية فقط بل ويدخل في عمليات البيع والشراء والتأجير مرورا بالاستثمار بأنواعه المختلفة كما تساهم أيضا في جلب المزيد من الاستثمارات الاهتمام بالسياحة الداخلية يرفع الإقبال على الإقامة في بيوت الحارات القديمة التي تحولت إلى نزل فندقية تراثية يجرب خلالها السايح الحياة التي كان يعيشها الأجداد قديما في عمان نتابع التقرير التالي من حارة العقر بولاية نزوعة بيوت طينية قديمة في حارات محافظة الداخلية بمعمارها الهندسي الفريد تحولت إلى فنادق للسياح بعد ترميمها هذه البيوت توفر للزائرين تجربة استثنائية للحياة الطبيعية البسيطة التي كان يعيشها الأجداد مع بعض اللمسات الحضارية كتوفير وسائل الراحة الحديثة وتلقى هذه النزل التراثية وهي المسمى الذي اعتمدته وزارة التراث والسياحة لهذه البيوت كمنتج سياحي تلقى إقبالا كبيرا من الأوروبيين والعمانيين الذين يقصدونها من المحافظات الأخرى فكرة النزل التراثية هي استغلال للمنازل بعد ما كانت مهملة ومهجورة لسنوات طويلة قد تصل أحيانا حتى إلى خمسين سنة في بعض المواقع وتحويلها إلى نزل تراثية من قانب هي تخدم الأهالي بأن يكون لهم عائد ومن قانب آخر تكون السكن للنزلاء والسوح وأيضا تعتبر تخليد وحفظ لما خلف الأقداد وصنعه لنا من إرث حتى لا يندثر إلى الأجيال القادمة ويبقى لهم كمدرسة حتى يعلموا كيف كان يعيش أقدادهم أيضا أصبحت النزل التراثية الآن والحارة ككل مركز ثقافي يستفيد منه الطلاب والطالبات من مختلف الجامعات وأيضا مكان مناسب لجميع الزوار لسلطنة عمان سواء كانوا زوار بصفة فردية أو ضيوف لدى قهات حكومية أو شركات للتعرف عن تاريخ عمان هذا الفندق فريد جدا بالنسبة لنا وكنا نبحث عن مثل هذه النزل التراثية لتجربة الحياة والثقافة العمانية والتي تظهر لنا هوية المجتمع ونحن نتجول في الحارة أعجبتني بصدق الشخصية العمانية المنفتحة وكنا نتبادل الحديث معهم ويدعون لتناول القهوة تجربة جدا رائعة أحببناها بصدق وبالإضافة للبعد السياحي للنزل التراثية التي تشهد نسبة إشغال تصل إلى 90% في هذا الموسم فهي تساهم كذلك في تحقيق هدف الحفاظ على هذه البيوت وإنقاذها من الاندثار بالإضافة إلى أحياء القرى وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب العمانية هذا حقيقة ولدنا فيه وكبرنا فيه وتربينا فيه ونشأنا فيه هذا الحارة بعد ما انتقلنا إلى أعمال أخرى عرفنا بأنه هذا المكان أساسا هو المرجعنا وهذا المكان يبقى له أهمية ومعزة خاصة لذلك قدت الفكرة بأننا نحوله إلى مزار بشكل أفضل مزار سياحي طيب له طابع يحافظ على الهوية العمانية يحافظ على هويته كبيت عماني قديم علشان كذلك سعينا بأننا نحافظ على طابعه بشكل عام ما يتحول إلى مزار حديث أو منزل حديث أو مبنى حديث خطرنا فيه المواد التي ممكن تساعد في هذا الموضوع بشكله النهاي قررنا بأنه يكون على هذا الطابع وزارة التراث والسياحة وضعت ضوابط خاصة لضبط الجودة بهذه النزل واشتراط استخدام المواد التقليدية في الترميم وتقع هذه النزل في مناطق حيوية كسوق نزوة وقلعتها التاريخية ويخطط سكان الحارة عبر شركتهم الأهلية لتحويل الحارة إلى وجهة سياحية متكاملة تضم النزل التراثية والمتاحف ومطاعم الأكلات العمانية التقليدية هكذا مشاهدين وصلنا لختام هذه الحلقة شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء هذا البرنامج برعاية أمجاد القابضة تأسست لتنمو ترجمة نانسي قنقر